شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين في القرآن الكريم هناك آية مختزلة جدا حول الآخرة هذه الآية الكريمة رغم اختزالها إلا أنها تنطوي على مقارنة دقيقة بين خصائص هذه النشأة وخصائص النشأة الآخرة عموماً ظاهرة الإختزال في القرآن الكريم ظاهرة جديرة بالبحث والتأمل الإختزال في كتاب الله التكوين والإختزال في كتابه التدوين كلمات قلائل ولكنها تحتوي على حقائق كبيرة مثل نبع ماء ما أعلم شايفين في الصحراء أو لا نبع ماء في صحاري إيران هذا كثير ربما يكون طول الشبر وعرض الشبر وعمق الشبر أنتو عندما تمرون تظنون أن هذا هو الماء وأن هذا هو كل الماء ولكن عندما تنقبون وتبحثون تجدون هناك بحراً عظيماً من الماء تحت هذا النبع الصغير القرآن الكريم القرآن الكريم هكذا كلمات قلائل وتنطوي على بحر من المعرفة ومن الحقائق في آية تتركب من خمس كلمات الله تعالى يبين المقارنة بين الدنيا والآخر وهذه الآية ومقارنة الدقيقة بين هذه النشأ وتلك النشأ والآخرة خير وأبقى المفارقة الأولى أن الآخرة أبقى هذه هي المفارقة الأولى بين الدنيا والآخر الأشياء على ثلاثة أنواع النوع الأول هناك أشياء لها حد تقف عنده مثلا هذه الدار محدود وحدودها هذه الجدران هذا البلد محدود وحدوده هذه الحدود الدولية المخططة البحر محدود هذا هو النوع الأول النوع الثاني من الحقائق هناك حقائق يقال لها الحقائق غير المتناهية بقول مطلق ما إلها نهاي وما إلها حد ألا متناهي بقول مطلق شنو مثال هذا النوع الثاني مثاله معلومات الله تعالى الله تعالى كم هو عدد معلوماته إحنا البشر معلوماتنا من بداية حياتنا إلى نهاية حياتنا إذا يجمعوها كلها كما يقول العلماء مخمنين أنها تكون تسعين مليون مجلد كل واحد مننا إحنا الله تعالى كم عدد معلوماته حد ما إلها لأن الله تعالى غير محدود وعلمه عين ذاته فعلمه لا يكون محدودا هذا هو النوع الثاني النوع الثالث هناك نوع من الحقائق غير متناهية ولكن على نحو اللا تناهي اللا يقفي مو اللا تناهي بقول مطلق اللا متناهي اللا يقفي شنو معنى هذا النوع الثالث معنى هذا النوع الثالث أن كل كم موجود من هذه الحقائق بالفعل محدود ولكن لا يوجد هنالك حد معين تقف عنده هذه الحقائق فهي تمثل نوع ثالث من الحقائق الآخرة طبعا هذا المطلب نحن من نتمكن نتصوره وإن كنا نتمكن أن نتعقله الآخرة هذا الشكل الآخرة غير متناهية النبي صلى الله عليه وآله يقول خلقتم للبقاء لا للفناء يعني نحن باقون البشر الله تعالى خلقه للبقاء ما يبقى بالجنة مليون عام أكثر مليار عام أكثر مليون مليار عام أكثر منا إلى آخر حياتكم مليار 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 أكثر نحن باقون الله باقي ونحن باقون منتهى الآمر أن الله تعالى باق بذاته ونحن باقون بابقاء الله تعالى كل ما ترحون هذا الخيال ميت ما كان يصور كل ما ترحون إلى الأمام نحن باقون في الآخر في النشأة الثانية هذا يقال له ألا متناهي ألا يقفي وإذا نريد نمثل مثال لتوضيح هذه الفكرة مراتب الأعداد العدد كم له من المراتب ما قال غير متناهي يعني اكتبوا واحد وخلوا على يمين أصفار من هنا إلى المريخ العدد ينتهي عند هذا الحد لا كل ما تضعون نقطة أمام العدد أكو مجال أكثر فالعدد غير متناهي طبعا الموجود منه بالفعل متناهي بخلاف النوع الثاني النوع الثاني الموجود بالفعل منه غير متناهي الآن يعني عدد معلومات الله غير متناهي بالفعل ولكن مراتب الأعداد غير متناهي بالقوة هذا هو الفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث هذه المفارقة الأولى أن الآخرة أبقى الدنيا تنتهي حتى إذا واحد يعمر ما عمر نوح بالنتيجة نوح انتهى حتى إذا واحد عمر عمر آدم آدم انتهى الدنيا تنتهي الوالد رحمة الله عليه عندما كانوا يجيبوا له صورة هذه الإعلاميات التي تطبع عن الأموات وفيها صورهم كان يقول في يوم من الأيام يخلون صورتنا أيضا وإحنا ملقاعدين هنا أيضا واحد مننا في يوم من الأيام يخلون صورتنا انتقل إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان وينتهي كل شيء فالدنيا فانية أما الآخرة فهي باقية باقية بإبقاء الله تعالى إلى ما لا نهاية له هذه المفارقة الأولى بين الدنيا والآخرة المفارقة الثانية والآخرة خير أفضل أفضل من الدنيا يجبون جملة أخرى مثل هذه الجملة الآخرة خير وأبقى أفضل من الدنيا الآخرة أفضل الآن أنتوا لاحظوا إحدى الأشياء الشهوات الضخمة المحركة للبشر والمحركة للتاريخ التاريخ يتحرك بإيحاء هذه الشهوة لعل مليارات البشر قتلوا لهذه الشهوة مليارات لعله شهوة الملك شهوة الحكم من الشهوات القوية الطاغية أكبر طموح لبشر ما هو الآن أكبر طموح لفرد في هذه الدنيا شنو أن يحكم أقوى الدول في العالم كم عام يحكم أربعة عوام هواية هواية يحكم ثمانية عوام هذا أكبر طموح للبشر الدنيوي على كم ميل يحكم وفرضوا إذا سيطر على كل الكرة الأرضية الكرة الأرضية هباء في هذا الكون ذرة في هذا الكون ثمانية عوام يحكم حياة مليئة بالمشاك مليئة بالمكدرات هناك حديث لعله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الرئاس أولها ندام وأوسطها ملام أولها ملام وأوسطها ندام وآخرها عذاب يوم القيام ثمانية أعوام يحكم على الزر في هذا الكون هذا منتهى طموح البشر أكو أكبر من هذا وكل مكدرات ومنغصات ونجاح تارة وفشل تارة أخرى وهجوم من الصديق وهجوم من العدو هذا منتهى طموح البشر أما الآخرة الله تعالى هذه الشهوة الموجودة فينا نحن البشر يوم من الأيام يجب أن تشبع بالدنيا ما تشبع وين تشبع في الآخرة وإذا رأيت ثم في الآخرة في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا الله الذي يقول قل متاع الدنيا قليل يقول الآخرة ملكا كبير أدنى واحد في الجنة مرتبة هذه رواية من قول هذا المطلب وارد في الكتب أن جبرايل الذي يقول الله تعالى عنه ذي قوة عند ذي العرش مكين طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه الجنة الله تعالى قال له طر فطار جبرايل فوق الجنة طار وطار وطار إلى أن بلغت مدة طيرانه ثلاثين ألف عام كان يطير فوق الجنة فضعف فضعف جبرايل سلاسلاثين سلاسلاثين مرة كل مرة يطير جبرايل فوق الجنة سلاسلاثين ألف عام سلاسلاثين سلاسلاثين ألف عام طار لا يعلم أنها من أعوام الآخرة أو من أعوام الدنيا لأن هناك معادلات ثانية فطلعت الحورية وقالت له مضمون كلامها ليش اتعب نفسك هذا ما أدري ليش اتعب نفسك أكو في المأثور لولا يمكن أنت من أول ما بدأت بالطيران إلى الآن لم تتجاوز جنة يعني بيت هذه الحورية فقال لها ومن أنت قالت أنا حورية واحدة أعدني الله لمؤمن واحد من المؤمنين يمكن جبرايل إذا كان يطير بعد 900 مليون عام أخرى قصر هذه الحورية لم يكن ينتهي هناك كل واحد من المؤمنين يتحول إلى ملك وملك دائم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملك كبير ملك عظيم ملك وتحت نفوذه خدا وحشا وحوريات اللي أكو في الروايات أن حورية واحدة من حوريات الجنة إذا تشرق على أهل الدنيا يموت أهل الدنيا ما لهم تحمل رؤية حور العين فكيف بالمؤمنات الصالحات في الجنة مقامهم هو أعظم من مقام الحور العين راجع الروايات في قوله تعالى فيهن خيرات حسان نساء المؤمنين اللي مرتبتهم وهوائي أعلى من مرتبة الحور العين هذا قصور من قصور حورية واحدة من حوريات مؤمن واحد في الجنة بعد لا أكو هناك كدر وما أكو هناك قلع وما أكو هناك خوف وما أكو هناك هام وما أكو هناك غام وما أكو هناك فاق حقيقة مو خسار واحد يخسر هذه الآخرة لهذه الدنيا المحدود مو خسار الله تعالى يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام صدام هو الخاسر علموا ثلاثين عام شوية أكثر هو وعائلته بس من أعلم يعني الذين ساروا في خطه ومن أعلم كم مليون واحد يوديهم ويا إلى جهنن أو كم ألف واحد خسر نفسه وعائلته مو خسارة في الواقع هذه علم كم يوم وكل مليئة هذه الحياة بالقلاق والمشاكل والخوف والروح وأعظم من كل ذلك وأعظم من كل ذلك وأكبر من كل ذلك الله تعالى يقول ورضوان من الله أكبر الآن إذا واحد يجي يقول للكم أنتو إذا تشعرون أن أبوكم راضي عنكم شكت تفرحون بذلك أبوكم اللي تعتقدون بي تحترموا هذا راضي عنكم يقول أنا راضي عنك كاملا شكت تفرحون بذلك إذا واحد يجي كما في قضية طه نجف يقول لكم الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه راضي عنكم الإمام قال له في تلك القضية المعروفة أنت مرضي عندنا كم نفرح وكم نسر بذلك الله تعالى يخاطب أهل الجنة مضمون الرواية أنبئكم بما هو أفضل مما أنتم فيه يقولون بلا ربنا يقول رضاي عنكم ومحبتي لكم الرضا والمحب واحد يشعر أن الله راضي عنه أن الله تعالى يحبه هذه أكبر لذات الجنة أن أهل البيت راضين عنه أن الصديق الكبرى راضي عنه هذه أكبر لذات الجنة الوالد كان ينقل عن السيد الميلاني السيد الميلاني كان ينقل عن أستاذه الشيخ مرتضى الطالقاني كان يقول أنه كان في لحظات الاحتضار وكان مغمى عليه ففتح عينه يعني الشيخ الطالقان وهذه من نعم الله أنه الله تعالى الفرد قبل الموت يعيده إلى وعيه بل كان يستغفر بل كان يتوب بل كان يوصي يعودون إلى وعيه وكأنه هكذا ينقل كأنه يعودون بقوة ونشاط عشر دقائق قبل الموت نصف يوم قبل الموت على كل حال يعود بقوة وحيوية يقول كان مغمى عليه الشيخ الطالقاني ثم فتح عينه وقال إن المؤمن لو علم ما أعده الله تعالى له في الآخرة ما عاوض نصف ساعة من الآخرة بكل الدنيا ثم أغمض عينيه ومات يعني نصف ساعة من الآخرة الدنيا كلها ليس الكرة الأرضية الدنيا كلها لا تعادلها ننتقل إلى موضوع آخر وهذا الموضوع الآخر ينبغي علينا أن نعيش أجواء الآخرة القرآن الكريم إذا تلاحظون يحاول أن يجعلنا في أجواء الآخرة كم آية في القرآن الكريم أكو حول الآخرة العلامة الطباطبائي ينقل عنه أنه كان يقول عدد ضخم هناك في القرآن الكريم أكثر من ألفين آية حول الآخرة يعني حدود ثلثة القرآن أو للآخر يمكن أي صفحة من القرآن تفتحوها يمكن فيها ذكر أو تلويح إلى الآخرة ومن العجائب لاحظوا التوراة المادي غالب على التوراة مثلاً فد آية في التوراة الرب يحيي ويميت مثلاً إشارة إلى الموت والحياة في الإنجيل أكو ذكر الآخرة الإنجيل الفعلية ولكن أيضاً قليل أكثر من التوراة أما القرآن الكريم حوالي بنقل العلامة الطباطبائي أكثر كان يقول من ألفين آية حول الآخرة لماذا؟ حتى نعيش أجواء الآخرة كيف نعيش أجواء الآخرة نذكر بعض المفردات أولاً قراءة القرآن الكريم ولو يومية صفحة واحدة واحد يقرأ أحياناً واحد يمكن يشوف شهر ما قاري قرآن واحد يخلي منهج كل يوم صفحة واحدة يقرأ على الأقال نهج البلاغ نهج البلاغة جداً مؤثر أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هذه تنقل الفرد إلى عوالم أخرى أكو هناك خطبة في نهج البلاغة جداً خطبة عجيبة إن شاء الله تقرأونها ونقرأها ابن أبل حديد يقول حول هذه الخطبة في شرحه يحلف بالله سبحانه وتعالى ثم يقول لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة أو سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرح قرأت هذه الخطبة ما قرأتها قط وخيلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصف عليه السلام حالا إلى آخر كلام كلام طويل خطبة عجيبة محتوية على مضامين غريبة من جملة كلمات الإمام صلى الله عليه في هذه الخطبة سلكوا في بطون البرزخ شنو معنى هذه الكلمة بطون مثل غرفة تدخلون بها باب ترحون غرفة ثانية مثل القديم التجار كان عندهم مشكل بيوت من الغرفة الثانية ينفتح باب ترحون الغرفة الثالث الآن الأموات في هذه البطون دا يتقلبون شنو معنى هذه البطون أولا القرآن الكريم نهج البلاغ الصحيفة السجادية وبقية أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ثانيا زيارة المقابر نحن الآن نعيش في صخب الحياة واحد عندما يروح إلى هذه المقابر بالذات إذا وحده يروح يشوف هدوء يخيم على هذه المقابر الأفراد اللي كانوا أعقل منه أكبر منه أعظم منه أو كانوا يتخيلون أنه جداً عقلاء شطاء كلهم انتهوا والآن تحت هذه التربة كل ذلك الضجيج والضوضاء والصخب كله انتهى هذا جداً وفي أحوال الجد رحمة الله عليها أنه كان يذهب إلى المقابر وهناك قبور مفتوحة كانت عادةً أكو في المقابر قبور مفتوحة ولو في بعضها فكان ينام في داخل القابر ويتصور نفسه ميتاً طبعاً هو ما نقل ذلك واحد كان يعقبه ويراقبه فهو الذي كشف هذه القضية لأن كانوا يقولوا لأيام الخميس أيام الجمعة تعال نطلع بره كذا فهو كان يرفع فواحد شاك أنه هذا شنو عنده فعقبه فرأى هذه القضية كان يدخل إلى القابر وينام ويتصور نفسه ميتاً ثم يقول لله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ثم يخاطب نفسه كلا اعطيناك فرص اعطيناك عمو ضيعت كل هذه الفرص ضيعت هذا العمو كلا إنها كلمة هو قائلها ثم بعد ذلك يتوسل ويليح فيأتيه الخطاب قد أرجعناك يا مهدي قم واستأنف العمل الذهاب إلى المقابر ما أقول الآن روحوا داخل القبور إلى المقبرة بمقدار الإمكان تشيع الجنائس صلاة الميت هذه كلها تذكر وتنقل الفرد إلى أجواء الآخر مطالعة أحوال الصالحين قراءة أحوال العلماء الأخيار الأبرار هذه تنقل الفرد إلى تلك الأجواء نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نعيش في أجواء الآخر وإذا واحد عاش في أجواء الآخر يعيش معادلات ثانية لأن بعد يرتفع عن هذه معادلات الدنيا نظر إلى مكان آخر مثل أنتو إذا تعبرون مثلا جسر وقصدكم مكان معين أصلا الجسر متبع هذا مصبوغ مو مصبوغ أعواج مو أعواج أصلا أنتو فكركم في مكان آخر واحد إذا عاش أجواء الآخر يرتفع عن ضغط هذه الدنيا هذه النماذج التي نجدها في التاريخ النماذج العجيبة كيف ارتفعوا لأنهم عاشوا أجواء الآخر إبراهيم بن أدهم كيف ترك الملك شنو قيمة الملك إذا واحد لاحظ الآخر بعد يحقر ملك الدنيا في نظره ترك الدنيا وراءه وهام على وجهه في الصحراء أو في المدن ذلك الحطاب الذي تحول إلى ملك قال للمسيح بن مريم أنت اللي عندك هذه القدرة لماذا لم تصنع لي ذلك لك ذلك قال احنا فكرنا في مكان آخر قصة جدا مطولة وجدا لطيفة المسيح قال احنا فكرنا في مكان ثاني هذه الدنيا وما إلهقي الحر اشلون اتخذ هذا الموقف الذي ربما لا يوجد له نظير في التاريخ لأنه قال اني أخير نفسي بين الجنة والنار فكرة راح إلى الآخر تمكن أن يتخذ هذا القرار ذلك الرجل اللي كان والي لبني أميش لون تخلى عن كل أملاكه في لحظة واحدة حتى احتاج إلى ثياب عندما دخل عليه صاحبه خاطبه من وراء الباب تخلى حتى عن ثيابه وبعد كم يوم ما مات أيضا هذا الليش لأنه عاش أجواء الآخرة العيش في أجواء الآخرة يخلق في داخل النفس طاقة هائلة ويجعل الدنيا في نظر الفرد حقيرة إلى أبعد الحدو ولذلك في الحقيقة نحن يجب أن نعيش في أجواء الآخرة وأن نذكر الآخرين بالآخر الوالد رحمه الله كان يقول الخطباء ينبغي عليهم في كل خمس خطب مثلا خطبة واحدة تكون عندهم حول الآخر لأن أنت لون تتمكن أن تحرك هذا الفرد هذا الفرد المشدود بالدنيا هذا الفرد المثقل إلى الدنيا الله تعالى يقول اثاقلتم إلى الأرض هذا شلون تحرك الآخرة أكبر محرك المنابر القديمة كان فيها موعظ وتذكير هذا يجب أن يعاد هؤلاء الشباب اللي في بلاد الغرب في معقل الانحراف والفساد والإباحية شلون يتمكنون يقاومون هذا اللي عنده إيمان حقيقي بالآخرة هو اللي يتمكن يقاوم جميع المغرية على كل حال نحن ينبغي أن نحاول أن نعيش أجواء الآخرة وأن نحاول أن نذكر الآخرين بالآخرة وأن نحاول هذه الكلمة الأخيرة أنه ما دام إحنا على قيد الحياة هذه الحياة المحدودة إحنا عمرنا قبل هذه الحياة ربما يكون ملايين الأعوام بعد هذه الحياة مليارات مليارات الأعوام هذه القطعة صغيرة ضيقة بين هذين الامتدادين الهائلين ثمانين عام أقال أكثر نحاول أن نتزود للآخرة وكلما عملنا هناك بعض الأفراد يقولون نحن فعلنا كذا كذا كلما عملنا للآخرة فهو قليل إذا واحد بنى في طول الدنيا وعرضها ألف حسينية فهو قليل هناك عندما يروح يشوف كان قليلا لأن هذه الآخرة بهذا الامتداد وبهذا الحجم تحتاج إلى زاد كبير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق لأن الإمام صلوات الله عليه يفهم ما هو معنى الآخر صلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدير بالكلمات فأنارتي الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر